يعني طبعا أنا قلت حاجة مهمة ويمكن قلت أرقام الناس ما أخذتش بالها منها فرع التجمع وأرجو من السادة المشاهدين وجماهيرنا اللي احنا بنفتخر بيهم وعضاءنا أيضا الميزانية ده جزيرة هنا بقى المشروعات المشروعات المصروفة على التجمع لحد دلوقتي مليار 131 مليون جليل بمتضمنة طبعا قيمة الأرض قيمة الأرض وفي حاجة مهمة جدا لأنه هو التجمع ده يا دكتور احنا لما بناخد الأرض الأرض بتبقى ملكنا مش بناخد حق انتفاع زي ما عملنا في الشيخ زايد وزي ما عملنا في مدينة نصر ده من نقطة مهمة جدا دي أصل مهمة جدا جدا ولما بنعود قدام أي حد بيتفاوض معنا على الدخول في شراكات استراتيجية بيتعجب لما قلنا إيه طب والأصول دي بتاعت مين الأصول دي مملوكة للنادي الأهلي ومدفوع تمانها بالكامل مش تخصيص مش تخصيص لنا فده رقم كبير جدا ويمكن احنا يعني حاولنا برضو يمكن الناس بتسألنا ساعات ما قصوا انتوا بتاخدوا جزء من التمويل الجاي لكم من الدولة بنقول لهم قسفين احنا بناخدش من الدولة حاجة على الرغم ان احنا طلبنا الجهة الإدارية من فترة ان هم يعني المشروعات دي بتعود بالنفع على الرياضة لان 50% من لعيب المنتخبات الوطنية هم من أبناء النادي الأهلي ويمكن احنا شايفين منتخب كرة القدم والمشكلة بتاعت كاس العالم للأندية ودي لو سمحتونا برضو ننوه فيها لجماهيرنا ومشاهديننا لا في الحقيقة احنا ما اخذناش من الجهة الإدارية اللطات دي مدينة نصف الجراش ولا التجمع ده حضرتك برضو التجمع هو نفس الأصوار اللي موجودة نفس الهوية بتاعتنا نفس الصور ده حضرتك ده التجمع ده المبنى الاجتماعي وده هيبقى أفخم مبنى اجتماعي في جمهورية مصر العربية على 3200 متر وزا ما انتو شايفين حضرتكو المراحل متقدمة جدا تمام هنبدأ يعني الملاعب زا ما انتو حضرتكو شايفين برضو موجودة البنية التحتية بالكامل الحمد لله المرحلة دي دي بشرة والمبنى الإداري موجود ده في حاجة تانية كمان بشرة أول دي للمجتمعات العمرانية الجديدة سواء في العاصمة أو في التجمع انه يعرفوا انه بتعامل نادي شكله ايه ويلحقوا بقى ده في حاجة كمان قبل الأسعار مدينة في حاجات يمكن ده المبنى الإداري بتاع التجمع وده خلص بالكامل وعلى فكرة احنا احتمال نتراحه في القريب العاجل للبنوك برضو عشان ننمي مواردنا بسرعة عشان ما نخفف على الموازنة بتاعتنا يبقى عندنا إرادات كتير ويبقى كمان في نفس الوقت ما تنلقيش بأعباء كبيرة على أعضائنا يمكن المسجد بالكامل المسجد على فكرة في التجمع بنسبة 95 وقف على الموكت بس عشان نفرشه ويمكن احنا كمان عاملين حاجة جميلة قوي لأعضاء النادي الأهلي وده عن تهزي الفرصة ان احنا فتحين المساجد الأربعة في الجزيرة هيتم تطويرها في مدينة نصر هيتم تطويره خدنا الرخصة رسميا لمسجد الشيخ زايد الأسبوع قبل الماضي وفيه مسجد بس هيتعمل حاجة كبيرة حاجة كبيرة ومسجد كامل بالخرصانة كامل وخدنا الترخيص وأسندنا لأحد الشركات الوطنية مسئولية الانشاء الحمد لله فده برضو خبر يمكن احنا حبينا نقول حضراتك قلت حاجة مهمة لاشتراكات احنا اي نادي و اي نادي رياضي الاشتراكات بتمثل جزء مهم جدا 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 في ميزانياته لان النادي مبني على اعضاءه احنا الحمد لله في النادي الاهلي عندنا قدر كبير جدا من التمويل من الاشتراكات بيصل الى 112 مليون جنيه بس ده بيمثلي كام من الارادات بتاعتي من اجمال الارادات بيمثلي 13% 13.2% وبيمثلي 10.1% من المصروفات يعني بيغطيلي من مصروفاتي 10% من المصروفات يعني انا بقى بجيب بقية مصروفاتي ده المصروفات اللي هي مليار 88 مليون جنيه بجيبها من التمويل ازاي ودي تعكس في الحقيقة كفاءة ادارة عمليات التمويل لمجلس ادارة اما ليه انت خدت جهازة تتباع ليه محفظة حاجات دي دي برضو حاجة مهمة يعني احنا عندنا موازنات صعبة قوي يعني الناس ساعات يقولوا ايه ما الاهل غني ايوة الاهل غني وبيصرف بس خلي بالك عنده مصاريف ضخمة جدا 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 وبينشي وبينشي انت النهاردة ما فيش نادي النهاردة الناس بتتعجب يعني احنا كنا ممكن نخش نقدم على جايزة الابداع الرياضي لأفضل فريق الرياضي افريقي بس ماينفعش اللايحة بتمنع انك تترشح على فئتين من الجايزة واختبال حضرتك لان انت النهاردة الانجاز اللي انت عملته 19 ده في 8 شهور لن يتحقق في تاريخ القرى الافريقية مرة تانية يعني يبقى عندك بطولتين في 8 شهور تصرح عليهم داتر فيه ورفاهيه خلي بال حضرتك الرحلة بتاعت الطيران الخاص دي بتوفرلي في الاقامة احنا بنحسبها بكل مالين بيتصرف مننا بنقعد نحسبه بشكل كبير جد زي ما قلنا الاسعار غلط في بدل الكراتي انت تعرف ان في عندنا اسعار بتقل ودين ظاهرة او امرها ما بنسمحها لان احنا صدقين لان احنا بنحاول ان احنا كمان نجيب اسعار يعني عندنا التشيرت كنا بنجيبه بتسعين جنيه بقى بسبع وسبعين جنيه عشان نكون صدقين ليه لان احنا بدأنا نغير في فلسفات عملية الشراء تمام ونشتري رصيد بالنسبة لنا كبير ونشتري لكل الفرق الرياضية وفتحنا فروع كبير عشان نغط فالكميات بتنزل السيرت بنحاول نضغط عشان يعني احنا بندير كل جنيه عندنا بفلسفة تزود العقد على الاستثمار فالناس لا تعتقد ايوة النادي الاهلي كبير النادي الاهلي عنده اكبر ميزانية ما احنا عندنا اكبر عقود رعاية بس خلي بالكو احنا عندنا اكبر فرق رياضية احنا حد يعرف ان احنا عندنا خمسة وخمسين الف مشارك في الاكاديميات الرياضية خمسة وخمسين الف خمسة وخمسين الف مشارك في الاكاديميات الرياضية هذا رقم ضخم جدا جدا كلهم من اعضاء النادي ولا معظمهم الغالبية العظمة من اعضاء النادي وفيه في بعض الرياضات بتبقى قصرة على اعضاء النادي يعني فيه اكاديميات كرة القدم إحناك مننا عشان عندنا فروع في المحافظات فبنفتح وده دورنا المجتمع دورنا كمان مسؤوليتنا تجاه المجتمع ببعض برضو عشان تبقى الأمور متوازنة إن النادي الأهلي فقط بيتحمل مسؤولية تجاه مجتمعه مش بس إن هو وعندنا إن شاء الله المسؤولية المجتمعية مؤسسة الأهلي المجتمعية هيبقى عندها إن شاء الله مشروعات أيضا تخدم المجتمع المصري الاشتراكات نرجع تاني الاشتراكات أنا قلت لحضرتك هي بتمثل عندي لكنها بتغطي لي عشرة وشوية من المصروفات بتاعتي فأنا بجيب تسعين في المية نيجي برضو قلت لك ما أنتوصل أنتم ممكن تاخدوا الفلوس دي وتحطوها تصرفوا فيها على الفرق الرياضي لابد ده الفرق الرياضي إحنا عندنا كرة القدم وأنا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا إن كرة القدم مبيعتها السنوية أقرب منافسيني ثلاث أضعاف هي ثلاث أضعاف أقرب منافسين أنا الأعلى في السوق وخلي بالحضرتك الإنجاز الرياضي بيزود القيمة يعني إحنا راح نكسل عالم للأندية الحمد لله بيعين الرعاية الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفي الحقيقة قيادة الكابتن محمود وبالتعاون مع أمين السندوق ومجلس الإدارة في الحقيقة إحنا بيعين الكاس السوبر بضعف المرة اللي فاتت بيعينه بضعف بس مش عايز أقول الأرقام لأن دي سرية عقود وموقعين اتفاقات سرية عقود النهاردة الشركة اللي خدت رعاية كاس السوبر عندها رغبة حسيسة في أن تخش في شراكة كبيرة مع النادي الأهلي نتيجة لنجاح تجربتها في كاس هي أول مرة تحطعت شركة وأول مرة تخش تصول مصر وتعجبت من حجم من حجم غد فعل خدت في أول يوم 7 مليون و3 من عشر بقت بتتعجب أنت أخذت عدد وعي بالعلامة التجارية نحن بنقيسه ويمكن نحن تفاكر لما كنا بنقيسه زمان أيام ما كنا في الإدارة على التسويق عادة زي ما أديك حقك في الحتة دي ما علش الدكتور سعد يا جماعة 10 مليون في أول فيديو طلع للشركة اللي حقلت حق الرعي واخد بالحضرات إن الشغل مش عشوائي ما تشارش الدكتور سعد يا جماعة ما كنا في إدارة التسويق كل حركة ليها علاقة بقياس حقيقي للقيمة تسويق النادي الآلي كانت يسبقها دراسة علمية بتوصلنا إلى نتائج وبتوصلنا إلى مقترحات وسياسات فالعلامة التجارية أما يقول لكم المعيار خدوه بشكل علمي مطلق ولذلك يمكن أنا هرجع تاني الحاجة اللي ذكرها كابت العادلي هنا مشكورا هي دي النادي الأهلي الأعضاء هنا في المذكرة اللي هم بعتها لي قالوا لي إحنا عايزين كمان في التطوير بتاعنا يبع عندنا مركز قياسات وعايزين أخصائي تغذية لأن المنهج العلمي هو الفيصل في نجاح دي طلبات الأعضاء دي أحد الطلبات يعني أقول لك برضو مدى التناغم في منظومة النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي هيفضل ما تخافش على الأهلي ما تخافش على الأهلي بجمعية العموية ما تخافش على الأهلي بجماهيره ما تخافش على الأهلي بمجلس إدارته ما تخافش على الأهلي بولاد النادي الأهلي فأنا جيت عادت مع كبت الرؤوف النهاردة في الحياة تقولوا إحنا عندنا مجموعة من الطلبات لازم نشوفها إذا كانت عندنا أهلا وسهلا مش عندنا نعمله لأنها طلبات منطقية فقال لي يا دكتور سعد أنا هبعط لك تقرير على اللي عندي أنا عندي أستاذة أستاذ دكتور أستاذ متخصص في التغذية من جامعة عين شمس ده أحد أعضاء الجهاز إيه اللي بتاع جهاز السباح كويس تبديني الإسم أم عطيني الإسم طلحولك دلوقتي تقولوا طيب إحنا عندنا كمان محتاجين إن إحنا يبع عندنا أخصائي لياقة بدنية عشان يعمل عمليات الإطالة والإحماء الناس برضو ده فكرة محترمة جدا لازم إحنا نستجيب لها قال إحنا عندنا ستة أخصائي لياقة بدنية في جهاز السباحة ودولة تواخدينهم وفقا لمعايير وكان الإخترعات خاصة بالسباحة يعني أنا بدي لك بس أنا بدي كده هتلاقي نفس الشيء في البيت الفرق الحاجة اللي قال لي عليها النهاردة قال لي مركز القياسات إحنا كان عندنا مركز قياسات في مدينة نصر وتم يعني عدم الاستخدام والفترة معينة وإحنا دلوقتي يمكن أول القرارات اللي إحنا أخذناها عادة تطلول وتأهيل ورفع كفاقته عشان نفعل مركز القياسات بتاع مدينة نصر تاني بالنسبة لنا مهم جدا ويمكن برضو الجيم بالمناسبة في زايد إحنا برضو مجلس الإدارة أخذ قرار بالاتنين الجيم اللي موجودين في الشيخ زايد فإنت النهاردة الأهلي ما تخافش عليه ليه لأن كله حريص على حاجة واحدة بس نادي الأهلي لأ ونت قلت جملة تاني إحنا بنستدعي المستقبل ما بنستنهوش لأ ما بنستنهوش لما يجن لأ إحنا بنروح له إحنا وبنسبة اشتركوا في القناة